أول قصة حياتي كانت قبل 35 سنة كنت فاحزة السوق عندنا في خنونس عجبتنا قطعا حاس يعني زيك قطعا حاس حلوة أخذتها حظتها عندما في البيت وعجبتنا الإشي هذا يعني من سبب الإنجارة تعيتنا الشغل الإنجارة كنا نطلع رفح نطلع هنا ألاقي الإخترية بيحكوا بيقول والله بيجوا اليهود يأخذوا أصار بيجوا فاخدوا فخار يعني الفكرة هذه دخلت مخي وانا صغير صرت أقول للهل الإخترية يعني إحنا بنأخذ بنشري أبدا من الناس تيجي تشري وتأخذها إحنا بنأخذها بنحافظ عليها عندنا يعني هذا التراث وأصار فلسطين حرام يطلع من عندنا من غزة يعني تراثنا تراث الفلسطينة والأصار الفلسطينة هي هوية هوية فلسطينية طبعا يعني بثبت أنه هذا أصارنا تراثنا في الأرض في أرضنا يعني اليهود كانوا يأخذوها ويقولوا هذا إن أصارنا تراثنا يلوموها يعني يعني كنت ألوم وأحط عنده خبي يعني أنت تسياي في المتحف هذا كله كنت ألوم وبالقطع أروح رفح أروح غزة أروح القرارة أدور بدير البلح أقولوا مش في عندك وأنا بشري يعني وهذا كنت أقولهم هذا بظل عندنا في بلدنا يعني مش للبيع يعني إحنا حاولنا نجمع كل الأصور اللي كانت عندنا في فلسطين من اليونان، من البوزنطي، من الروماني حتى من الأتراك، من العثمانيين، الممليك يعني كل الحضرات اللي كانت عندنا في فلسطين حاولنا نجمعها كانوا يجي عندنا أجانب كثير ومن ضمنهم فيه السفير النارويجي يجي مرتين ثلاثة عندنا زارنا ونبسط من اللي شي هذا وكل شي حتى حكينا له وقلنا له بنا نوسع اللي شي هذا قال والله في ذل الحصار منقدرش نعمل لك حاجة سبب الحصار هذا كله انقطع علينا يعني بطلوا ييجوا ولا يروحوا زي أول نحن رسلتنا للعالم يبقى عندنا متحف قوم إن شاء الله متحف على مستوى يعني العالم ونوري أثارنا وطراثنا لكل الناس وكل العالم يشوفوا أثار الفلسطين وطراث فلسطين على مستوى العالم كله ونشارك كمان في برة يعني مجالنا يفتح برة كمان نوري للعالم برضو أثارنا تراثنا الفلسطينة من المستوى العالم كله الرسالة ترجمة نانسي قنقر